اطلقوا عليها لقب الهانم وهي كانت فعلا هانم وقدرت تجذب انتباه كل الشباب والرجالة في التسعينات ورغم انها كانت كراش طفولة لكتير من الرجالة في مصر والوطن العربي الا ان حصدها كان وحش في الجواز وفشلت في الحب وبناء اسره تلات مرات كان معروف عن شيرين ستيف النصر انها طيبة ومش بتاعت مشاكل خالص بس خلافها مع فيفي عبدو كان حديث الوطن العربي كله واستبب فيه هو متحة صالح تعال اقول لكم من هي شيرين ستيف النصر وحكايتها مع الجواز وليه تسبب متحة صالح في خلاف كبير بينها وبين فيفي عبدو تابعونا للنهاية شيرين ستيف النصر اتولدت في الاردن لاب مصري هو صحفي الهام ستيف النصر واللي بترجع اصوله لاستعيد اما امها فكانت فلسطينية من عائلة هاشم المقدسية وجدتها لامها حنان تقان وهي والدة الملكة عالياء تقان زوجة ملك الاردن الراحل الملك حسين شيرين ستيف النصر عاشت في فرنسا فترة من الفترات بسبب ظروف شغل والدها وتخرجت في كلية الحقوق من جمعتين شمس سنة 1991 وبسبب جمالها اللافت اول لما شافها الفنان يوسف فرنسيس اثناء عمله في استفارة مصرية اعرض عليها تشتغل في السينما وفقت واشتغلت بعد كده في التلفزيون في المسلسلات وقدرت تكذب كل الانظار وتحولت في فترة قصيرة جدا لاهم نجمة في مصر والوطن العربي واطلقوا عليها لقب الهالم شيرين مش بس قدرت تجذب انظار المشاهدين في البيوت دي كمان اتحولت لايقونة في الجمال والدلال وكل اللي يشوفها يحاول يقرب منها بشكل لا اراضي لان جمالها كان مختلف عن اي نجمة تانية وكان لازم توافق على واحد من طوابير الارسان اللي بيتقدموا لها كل لحظة واول واحد قلبها دقي لي كان سنة 1996 هو رجل الاعمال السعودي عبدالعزيز الابراهيم شقيق صاحب قناة NBC والاشترت عليها تعتزل الفن وفعلا وفقت على طلبه رغم صعوبته بس بعد فترة حصل خلافات بينهم وانفصلوا في هدوء واعلنت عودتها للفن مرة تانية وقررت تتفرغ لشغلها وفنها وبس بس على مين متحد صالح مقدرش يسيبها في حالها وفضل مشغلها ليل نهار لانه كان هيمان في جمالها ورقتها وهي كمان كانت محتاجة تخرج من تجربتها الاولى فوفقت على الجواز منه في شهر يونيو سنة 2000 رغم انهم كانوا لست عارفين بعض من شهر واحد بس بس لان متحد صالح كان شقي حبتين وخصوصا بسبب علاقته بالفنانة فيفي عبده فحصل خلافات بينهم وحاول متحد صالح يفاهم شيرين ان ما فيش حاجة بينه بين فيفي عبده عشان كده رفعت عليه قضية تلبطه فيها برد مبلغ كبير جدا في الوقت ده وهو مليون ونص كان واخدهم منها على سبيل السلف وقتها تقال كلام كتير ان فيفي قدت لمتحد صالح المبلغ ده بسبب قصة حب كانت بينهم وانها قررت تنتقب منه بعد ما تجوز شيرين صيف النصر وقتها حصلت خلافات كتير بين شيرين ومتحد صالح بسبب الموضوع ده واللي ازدود الخلافات كمان ان متحد طلب من شيرين انها تساعدوا في دفع المبلغ ده لفيفي بس هي رفضت وانفصلوا عن بعض بعد اربع شهور بس من الجواز وعلقت فيفي عبده بعد كده على اتهمها بانها كانت سبب طلاق متحد صالح وشيرين صيف النصر واكدت انه ما كانش في اي قصة حب بينها وبين متحد صالح ازاي ما تقال وانه كان بالنسبة لها مجرد صديق واخ واشتغلت معاه فترة طويلة على المصرح في مصرحية حزيم نياه اما الجوازة التالتة في حياة شيرين صيف النصر فكانت في 5 ديسمبر سنة 2010 من جراح تجميل في المستشفى الالماني في اسكندرية اسمه رائف الفئي بس برضو فصلت عنه بعد فترة قصيرة وفشلت كراش الطفولة والجميلة التساينات في الحب والزدواج تلات مرات وكمان ما انجبتش اي ابناء وده بسبب عدم استقرارها مع اي واحد من ازواجها وده خلاها ترفض فكرة الانجاب مؤقتا